يحمل شهر تشرين الأول المقبل رسائل خطيرة بالنسبة للداخل العراقي سيكون موعداً لبدي عملية الانسحاب الفعلية لأولى دفعات القوات الأمريكية القتالية من العراق وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين في تموز الماضي على يتواصل ذلك على شكل دفعات تنتهي آخرها في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام الحالي ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل حيال مدى تأثر البلاد بهذا الانسحاب على الرغم من صدور إشارات أمريكية عدة في الفترة الأخيرة تؤكد أن ما سيتم فعلياً على الأراضي العراقية هو تغيير مهمة القوات الأمريكية من قتالية إلى مهام تدريب واستشارة ودعم وليس انسحاباً كاملاً من البلاد القوات الأمريكية القتالية التي ستباشر الانسحاب من العراق بداية الشهر المقبل ستستمر عملية انسحابها حتى نهاية العام الحالي لكن الإجماع الشيعي يسري بأن لا يكون هناك أي تواجد لأي قوة أمريكية قتالية مع التشديد على ضرورة سحب الأسلحة والمعدات العسكرية القتالية والمروحيات الخاصة بهذه القوات إلى قواعد في دول الخليج العربي كون أن هناك اتفاقات أمنية واستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تقضي بمساعدة العراق في حال الضرورة الأمنية لكن هذا الانسحاب لن يكون كاملاً خصوصاً وأن طيران التحالف الدولي سيستمر بطلعاته الجوية داخل العراق انطلاقاً من قواعد في دول الجوار وذلك بناءً على طلب العراق وفي الطرف المقابل تتصاعد مخاوف سياسية عبر عنها نواب عراقيون حول فترة ما بعد الانسحاب وإمكانية أن يشجع ذلك الجماعات الإرهابية على إعادة ترتيب صفوفها أو أن تتغول الفصائل المسلحة الحليفة لضهران على حساب الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية لكن الطرف الشيعي يتدرع بأن وضع العراق حالياً ليس مثل وضعه عام 2014 حين اقتحم تنظيم داعش الأرهابي الحدود وسيطر على المحافظات والمدن بسبب مشاكل سياسية وإخفاقات أمنية وهذه التبريرات قد تكون الأيام بها كفيلة لإثبات ما يقوله الجمع الشيعي ترجمة نانسي قنقر